وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم بحيث يكون لديهم ملفات ومسؤوليات تقعوا على عتقهم على أن يتم متابعة أدائهم في هذا الشأن والعمل على الاستفادة من قدراتهم وأشار مدبولي إلى الدور الكبير الملقى على عتق المحافظين في إعداد صف ثاني وثالث من القيادات التنفيذية وطلبهم بتقديم صورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصفين الثاني وثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسؤولية والمساهمة في صنع القرار